لأول مرة منذ تعيينه رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن كان قد وصل إلى مطار المدينة برفقة نائبه وعدد من الوزراء قادما من السعودية بعد زيارته لمحافظة المهرة عودة عبد الملك ومن قبلها قرار تعيينه أعقب انهيارا اقتصاديا مريعا رفقه عدم قدرة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق على اتخاذ أي إجراءات حقيقية لوقف التدهور حسب ما جاء في قرار إقالة بن دغر ظروف انعكست على خطاب رئيس الوزراء الجديد الذي وعد بأن حكومته ستركز على الأوضاع الخدمية والاقتصادية وأنها ستعمل على ضبط موضوع الإرادات والنفقات في المرحلة المقبلة تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة أيضا قال عبد الملك أنه من أولويات الحكومة خاصة في ظل ما تشهده المحافظات الجنوبية عموما وعدا بشكل خاص من توترات أمنية وانتشار لميليشيات مسلحة تدعمها الإمارات ملف أمني وآخر اقتصادي في انتظار تحركات جادة من رئيس الوزراء وحكومته لكن وبحسب مراقبين فإن قدرة عبد الملك على إحراز أي تقدم فيهما مرهون برغبة التحالف في دعم الحكومة وتثبيت حضور الدولة عبر مؤسساتها لا بمحاربتها وإضعافها عودة الحكومة وبقاءها واستمرارها في عدن يتطلب بيئة مناسبة وبالذات البيئة الأمنية أتمنى أن يتم عالجة هذا الأمر الذي عانينا منه للمرحلة الماضية والذي أدى إلى عدم قدرة الحكومة على الاستمرار في عدن والذهاب إلى الرياض بين الحين والآخر المسألة تكمن في تغيير الظروف في تغيير البيئة أما الحكومة إذا حتى ولو جات عشر حكومات وليس واحدة والظروف التي أعاقت الحكومة السابقة نفسها موجودة سنظل ندور في نفس الدائرة المفرغة لكن نتمنى أن تكون الأمور تتغيرت إلى حد ما مخاوف عديدة ترافق عودة الحكومة هذه أبرزها دور التحالف وعلى رأسه الإمارات والسعودية التي لعبتها دورا معرقلا للشرعية على مدى أكثر من عامين وبدلا من أن تخوضا مع رئيس البلاد معركة تحريرها من ميليشيا الحوثي باتتا تناسعانه على النفوذ وتقوضان سلطة الشرعية تكذب كل يوم تكذب كل يوم تجيب لنا سيناريو أنهم على وشك أنهم لا نقابلنا حكومة ورئيس حكومة طبعا من خارج حدود الجنوب ولا بيده لا يقدم ولا يأخر ويمكن عاد الأول كان من أبناء الجنوب من أبناء حضرموتي تصريح مناطقي كهذا ومهاجمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي رئيس الحكومة عقب تعيينه بأسبوع فقط يعكس توجه الإمارات وإصرارها على خلق مزيد من التمزق والصراعات الهادفة لتفكيك البلد بحسب مراقبين فهل ستكون عودة دائمة للحكومة أم مجرد زيارة مؤقتة لامتصاص غضب الشارع المحتقن ضد التحالف ودوره؟ هل سيتسنى لرئيس الوزراء العمل من أجل استثباب حقيقي للأوضاع في المناطق المحررة هو بسط هيمنة الدولة على كل أراضيها ومرافقها؟ أم سيعجزك سابقي؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة